اشتركوا في القناة يعني انا نباتي لا انت عار مو نباتي دائما النباتي يكون احساسه مرهف بعد بعد اشغلك اهتم يوسف احباب الروح يلا يا معوات فضلنا خلص اشغلكم قبل ان يفصلوني يعني ما قدر افوت جوا طبعا انا تفوتي وعلى راسي يلا سوري طريقينا يلا 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 انا انا واحدة بالبيت ما اقدر افوتتش يعني واني بس انا لو اكو مثلا عمو شبير احد كان خليتيش تفضلين بس انا مامو منبه علي ما دام انا واحد يبنيت ما حد يفوت لك احنا ما نفتحين اللعن مامو شنو عمو شنو بخليها تفوت تصريح الشعرك هاي تشانها مرقة من النص عافي تراني ما قدرت اخر كثم الساعة زين انا اقول له مثلا نقدر نحتسل القهوة هنا بهاي طارمة هذا لو اكو واحد طارمة على قصطة بالقندرة ما يسوي هاي تصرفات بعد وديها المتعف العراقي اشرح لها عن تاريخ العراق الحديث لك ما ضايب لي تسوي مساج 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 زين انا اقدر اسألك اعرف انت شنو شورت بالضبط اسوي مساج شنو هاي اضايحها العراح اضايحها اخلقان من مكانك تانس اش اسوي زين اختي الغالية انا اقدر بس ابدي بعض الملاحظات الدقيقة البسيطة على عملكم المساجات والتاتو يعني دهينخوا لبعض الامراض وانا رجال اخاف على صحتي اختي الغالية لك بابا انت ليش ما تحترمني امنيتي احقق هاي المقولة ما الاثنين وثالثهم الشيطان الظاهر انت بسحتي واني عندي هواي شغل انا اسفى رايحة والله حقتش والله حقتش طيرها العار لك صيحة صيحة قبل لا تفلت لك فرصة فرصة وطارت صيحة يوم حوض صيحة اختي الغالية بس ممكن لحظة عفيه عفيه وابا الزلمة يلا 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 ترى ما عندك وقت طارت نساعة يلا يلا انا ما لديش تروحين بدون ما قدمنيش نصيحة تغير حياتك انت شعليك جورت خرداح انت شعليك ات زين انت ليش متعوفين هذا المساج تشتغلين مكان مرموق لك دبش مرموق هو لو اقش غل كان انا اشتغل لتوعوف هاي الشهر الزفرة وبعدين لانش باقي اللي بالعراق غير المساجات والملاهي وتردون تعزلوهن البارحة صدقيني طبيت على واحد من دولة جماعة التاتو اللي دينقون الامراض وحشيت فيها قلعته قلت لانت ابو كان متنقون هاي الامراض تسوون مشاكل افتح محل للكتب فلي واحد يبيع كتاب رصين ويا هل يقره يشوكت؟ انا اسفة كلامك كله تشان منطقي واني اترخص والله انتهى معارش لك دمرت شغلي خبلتني لك قال شيطان انا فالحمدلله والشكر وين جابوا هالبنين من شفيتها في هزيات اخترعت ايه مداز لك ابو بكر البغداد يعني مداكم مدافرقك يا والله اطب جوا انتظر عمه يجي احسن اي حظك وحظ عمه اهو اهو لا انت سوفت شي اغير النمط حياتي ايد يلا يا اسف لبنية وراحت جيب لك شرب اسمع لك اغاني تفرج اح اروح والله العظيم انصح الناس كلهم بهذا الكلام الطيب اللي قلته عمه العار اطلبك كارتا بالخمسة